لم تعد هوية المنتصر في الحرب السورية ما يشغل بالا القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل والسؤال بات منصباً على مآلات اليوم التالي لانتصار محور الرئيس الأسد وحلفائه في سوريا حسمت الحرب الأسد الذي كان العام 2015 على وشق السقوط جاء الروس الإيرانيون وحزب الله وغيروا مجرى الحرب مع ذلك الحرب لم تنتهي أثبت إسرائيل بشأن اليوم التالي لانتصار محور المقاومة في سوريا سرعان ما تصبح معضلة في ضوء التقدير السائد لدى معظم الخبراء والمعلقين الأمنيين بأن إسرائيل ستواجه حرباً على جبهة موحدة في الشمال حرب إن وقعت فلن تكون بمنأن عنها الجبهة الجنوبية التي تشكل تحدياً كبيراً مع فرق الضرر الذي سيلحق بإسرائيل بين جبهة وأخرى إن مقارنة الجنوب مع الشمال كمقارنة قنبلة يدوية بقنبلة تزين طنن مع كل الاحترام للجبهة الجنوبية لكنها مشكلة نسبية حجمها متوسط والشمال هو مواجهة مختلفة تماماً إذا وقعت الحرب في الشمال فهي لن تكون حرب لبنان الثالثة إنما حرب الشمال الأولى الشر القادم من الشمال والتعبير لمحللين إسرائيليين يزداد خطراً في ضوء الاعتقاد السائد لدى وزير الأمن الإسرائيلي أفيكدور لبيرمان وقيادته الأمنية بأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز بالفعل لمواجهة التحديات الجديدة ولا سيما على مستوى سلاح البر الذي يقع الحسم على عاتقه ويضيف المحللون أن ما ينتظرنا في الشمال في المرة المقبلة سيكون مغيراً كلياً إذ إن نصر الله لن يكون هناك وحده ترجمة نانسي قنقر